اشتركوا في القناة اخوانا حالين وخط المبتدئين حول التقسيم في نفس المنحل كيف نقسم في نفس المنحل هناك اجراء سنذكره في هذه المحاضرة وهو قبل التقسيم نقوم بتربية الملكات كيف نربي الملكات في المنحل ثم نقسم في نفس المنحل وهنا استفدنا امور كثيرة ووفرنا للجيب ملحقات السفر محاضرة ممتازة وقيمة جدا لها محوران المحور الاول التقسيم والمحور الثاني تربية الملكات وسنبدأ بالتطرق الى تربية الملكات وتجهيزها للتقسيم لنسهل التقسيم بشكل افضل محاضرة قيمة للاستاذ الفاضل ابو مازين الاهنمي من اليمن تكونوا معنا نقول وبالله التوفيق من اجل التقسيم في المنحل ممكن ان نستخدم طريقة التقسيم على النحل السارح وهذه الطريقة تعتمد على فصل النحل السارح عن النحل الحاضن لانه من المعلوم يا اخوان انكم اننا اذا اذا قسمنا وغرفنا نحل وقسمنا في نفس المكان في نفس المنحل حتى وان اخذنا نحل كثير وغرفناه سيعود كثير من هذا النحل الى خليتها الاصل نتيجة يعني اي نحل قد بدأ الطيران او تعلم الطيران سيعود الى خليتها الاصل وبذلك يكتشف النحال ان القسمة اصبحت قليلة في عدد النحل او قليلة في الريش كما يقال فتحدث بعض السلبيات اي يعني مثلا تتأخر نهوض يتأخر نهوض هذه القسمة كثيرا وتحتاج مربما الى دعم وخصوصا وخصوصا اذا كانت تقسيم على اطار حضن المفتوحة يعني ترك القسمة هي التي تربي نتيجة لهذه السلبيات يمكن بعض يعني عمل بعض الاحترازات للوصول الى قسمة جيدة لا تنهار ولا يقل نحلها وفي نفس الوقت تنهض بسرعة وايضا الام تنهض من جديد بسرعة ويمكن ان تقسم مرة اخرى خلال شهر او اقل من شهر اولا اخواني الاعزاء هذه الطريقة من الافضل من الافضل ان نقسم ان نربي ملكات قبل ان نقسم كيف نربي ملكات قبل ان نقسم شرحنا عمس نعد نعد خلية نعد خلية من عدة خلايا مثلا انا عندي في المنحل مائة خلية لنفترض ان لدي مائة خلية نجهز خلية لتربية البيوت الملكية نأخذ من كل خلية اطار نأخذ من كل خلية اطار واحد نضع هذه الخلية في اي مكان في المنحل الجديدة صندوق جديد ونأخذ من كل خلية اطار واحد نفتح الخلية ونبحث عن الاطار الذي يحتوي على اطار يرقات مفتوحة نأخذ هذا الاطار وننفذه داخل الخلية الجديدة ونعيدها الى خليته ثم نذهب الى خلية اخرى ونأخذ منها اطار حضن مفتوحة وننفذ الداخل الخلية الجديدة ونعيدها الى خليته ثم نأخذ اطار ثالث ورابع وخامس وسادس وسابع وثامن وتاسع وعاشر مائة خليا خط بس من عشر من عشر من عشر الخلايا عشر نفذات عشر نفذات وليس اطار يعني ننفذ النحل الذي على الاطار فقب طبعا طبعا هذا الاطار هذا الاطار الذي هو الحضن المفتوحة بيكون اغلب النحل عليه تسعين في المئة من النحل الذي عليه عبارة عن نحل حاضن فسيبقى في الخلية الجديدة الان اصبح لدي خلية فيها نحل عشر اطارات منفوض بدون اطارات بدون اطارات اذهب واجيب اطار عسل اطار عسل من اي خلية عندي فائض مثلا في خلية من المخزون اجيب اطار عسل مكتمل مختم واضعه في هذه الخلية كذلك اذهب الى خلية منتخبة وذات صفات ممتازة واريد ان اربي منها ملكات اريد ان اربي منها ملكات اخذ من هذه الخلية اما اطار بيض عمر ثلاثة ايام وكيف نعرف الاطار البيض الذي عمر الثلاثة ايام نعرفه بانه اصبح متمدد تمدد البيض في اول يوم يكون بشكل عمودي داخل العين السداسية في اليوم الثاني يميل بزاوية 45 في اليوم الثالث يميل بزاوية ينبطح او يتموضع في قاعة الخلية يتمدد تتمدد البيضة في قاعة الخلية عندما نشوف البيضة ممدودة في قاعة الخلية معناها انها في عمر اليوم الثالث يعني على وشك الفقص طبعا لن نجد إطار فيها البيض كله عمر ثلاثة أيام سنجد مختلط لكن نختار إطار الأغلب فيه أن البيض أصبح متمدد قاع الخلية السداسية إذا ما حصلت شي منح الكامل من مئة خلية هذا الأمر ممكن أجيب إطار حضن مفتوح صغيرة في السن يعني اليرقات صغيرة ما زالت صغيرة وأضعه في هذه الخلية الجديدة إذن أصبحت الخلية فيها عشر نفضات عشر نفضات نحل زائدا إطار عسل زائدا إطار حضن مفتوحة أو إطار بيض على وشك الفقس هذه الخلية أعتمدها لتربية الملكات أغلب النحل الذي فيها نحل حاضن سيشعر بالمليوتم خلال ست ساعات أو اثنى عشر ساعة ثم يبدأ في تربية بيوت ملكية طبعا أغلق عليه بإطار أساس أو أغلق عليه بإطار حضنة مغلقة ممكن أضيف إطار حضنة مغلقة إلى هذه الخلية التي خصصتها من أجل تربية الملكات سيبدأ في تربية الملكات سيربي لي عشر من عشر إلى خمسة عشر ملكة طبعا إذا اخترت إطار بيض ما يحتاج أمر في اليوم الخامس الرابع ولا في اليوم الخامس لأخرب البيوت الملكية النحل سيشعر باليوتم خلال 24 ساعة ثم بمجرد فقس البيض يبدأ في تربية الملكات إذا سيختار اليرقات من الأساعات الأولى لفقس اليرقات فما يحتاج أبدا سأترك سأستفيد من جميع البيوت الملكية بهذه الطريقة إذا كان ما حصلتش إطار في بيض واضطرت إلى استخدام إطار أبو يرقات ففي هذه الحالة أمر في اليوم الرابع وأنظر هل هناك بيت مغلق أخربه ما لقيتش أنظر في اليوم الخامس لأنه احتمال ربما يكون هناك بيت أو بيتين قد اختار النحل من بيت من يرقات كبيرة في السن أقوم بتخريب هو أترك بقية البيوت الملكية بعد خمسة أيام أو ستة أيام من بداية تشكيل هذه الخلية لتربية الملكات أو في اليوم العاشر من بداية تشكيل الملكات بعد خمسة أيام من غلق أول بيت ملكي أو من بعد بعد عشر أيام إلى 11 يوم من بداية تشكيل هذه الخلية في اليوم الـ 11 من بداية تشكيل هذه الخلية أو يوم 12 أيضا ممكن نجي نشوف البيوت الملكية هل بدأ لونها يتغير إلى البني الألقامك وهل بدأ النحل يقشر الرؤوس الملكية وبدأ يقشر الرؤوس البيوت الملكية كما أسلفنا في المحاضرة السابقة إذا كان كذلك هنا معناها أن الملكة أن البيوت الملكية أصبحت جاهزة لانتزاعها ثم عمل تقسيمات عليها ما عنديش الخبرة لانتزاع البيت الملكي إيش أسوي أقسم على عذرة يعني أعمل أقفاص على كل بيت ملكي قفص بحيث تخرج الملكة العذراء إلى داخل هذا القفص وأقسم بعد فيما بعد أرجع أقسم على عذراء وسنوضح ذلك نعم الآن أصبح لدي بيوت ملكية جاهزة للخروج أو جاهزة للفكس وأريد أن أعمل قسمة داخل المنحل أذهب عندي مثلا خلية عشر إطارات جاهزة للتقسيم أروح أجيب خلية جديدة أشيل الخلية القديمة أو الجبح طبعا أنا أتكلم عن الخلايا لكن نفس الخطوات ممكن أن نعملها مع الجبح الجبح مثلا ممكن نسحبه من المرس ونضع داخل بدله نسحب من جاو وندخل من الجهة الأخرى جبح جديد فيصبح الجبح الجديد مكان الجبح القديم في نفس المرس نذهب للخلية التي نريد أن نقسمها نشيلها من مكانها ونحط مكانها خلية جديدة ثم نأخذ من الخلية القديمة ثلاثة إطارات أو أربعة على حسب ممكن ثلاثة إطارات يكون واحد عصل واثنين حضنة مغلقة على وشك الفكس كيف نعرف أن هذه الحضنة المغلقة على وشك الفكس إما أن نرى بعض أن خاريبة السداسية بدأ النحل يخرج منها أو أن نرى اللون الحضنة بدأ يميل إلى البني الغامج بدأ يتغير فهو قريب الفكس جدا في يومه أو ليلته سيفقس من أجل من أجل ماذا من أجل هذا الذي سيفقس الإطار الواحد سيكون نحل يستطيع أن يغطي إطارين عندما يخرج نحن سنزيد هذا القسم بإطارين حضنة مغلقة على وشك الفكس هذين الإطارين أين نضعهما نضعهما في الخلية الجديدة التي وضعناها في نفس مكان الخلية القديمة ونضع معهما إطار عسل ونضع بيت ملكي من البيوت الملكية التي استخرجناها في نركبه في أحد الإطارات ما في إطار من في شك من الإطارات الحضنة المغلقة أو في إطار العسل المهم نثبت بشكل جيد معروف أين حالي قد عمل هذه العملية عندما نقلنا نحن عندما نقلنا الخلية الأصل إلى مكان آخر بعدناها عشر متر أو خمسة متر في نفس المنحل النحل السارح كله سيخرج منها وأين سيعود سيعود للخلية الجديدة التي وضعناها في مكانها سيعود فيجد مباشرة أنه سيعود بمجرد نقلها مباشرة ما تحط الخلية إلا وقد بدأ بعض النحل يعود إلى الخلية الجديدة سيجد هذا النحل قدامه إطارين حضنة مغلقة وإطار عسل وعند بيت ملكي محمي طبعا في البداية تخليه محمي من أجل ما يخرب هذا النحل السارح لأننا في عجلة من أمرنا وإلا لأخرنا تزويد هذه الخلية بالبيت الملكي لليوم الثاني 24 ساعة لماذا يا إخوان لأن النحل يا إخوان النحل الذي سيعود إلى هذه الخلية الجديدة سيكون نحل كبير في السن نحل سارح ذو خبرة طبعا لن يشعر باليتم إلا بعد مضي 12 ساعة إلى 24 ساعة تقريبا يعني في هذا الحدود وإن كان في بعض الحالات خلال 6 ساعات النحل يشعر باليتم لكن من أجل لو أضفنا شوف لو أضفنا في وقت القسمة مباشرة أضفنا بيت ملكي هذا النحل سيعود الخلية فيجد بيت ملكي فيقوم بتخريبه لأنه لم يشعر باليتم إذن من الأفضل أن نؤخر إضافة البيت الملكي لمدة 12 ساعة أو 24 ساعة وهو الأفضل بعد 24 ساعة نأخذ البيوت الملكية ونقسمها على التقسيمات لكن لو كان مستعجل وأراد أن يضيف البيت الملكي إلى هذه الخلية لا بد أن يحمي البيت الملكي بقفص نصف كرة من أجل النحل السارح لا يقوم بتخريبه خلال هذه المدة خلال 24 ساعة سيشعر باليتم عند ذلك إن نزعنا القفص نصف كرة فإنه لن يقوم بتخريبه بل سيفرح به ويتبنى ويعتني به والبيت الملكي هو يوم أو يومين ويخرج وتخرج منه الملكة عند ذلك تبقى خمسة أيام ثم تخرج للتلقيح لكنني أفضل أن لا يستعجل النحال في تزويد هذه الخلية بالبيت الملكي مباشرة إنما ينتظر 24 ساعة نلخص ما فات حركنا الخلية الأصل ونقلناها إلى 4 أو 5 متر أو 10 متر داخل المنحل وضعنا مكانها خلية جديدة في نفس المكان سيبدأ النحل السارح بالعودة إلى هذه الخلية نأخذ نأخذ من الخلية القديمة إطارين حضنة مغلقة على وشك الفكس وإطار عسل نضعهما داخل الخلية الجديدة سيعود النحل السارح إلى هذه الخلية الجديدة ولا يبقى في الخلية القديمة أي نحل سارح ثم بعد 24 ساعة نزود هذه الخلية بعذراء إذا كان إذا كنت من النوع من الناس الذي ما يستطيع يأخذوا البيت الملكي بدون ما يتسببوا بضرره ممكن أخليها لما تفقس العذراء وبعدين أزود هذه الخلية بعذراء داخل قفص لمدة أقفص على مدة يومين ثلاثة عندما أجي أطلقها أدهنها بشوية عسل فيتقبلها النحل بسرعة لأنه أصلا متعطش لوجود ملكة وليس لديه النحل ليس لديه حظنا مفتوحة وما لديه إلا البحر أمامكم والعدو من ورائكم ما لديه لديه إلا يقبل إلا يقبل هذه العذراء إن زودناه بعذراء كان بها إن زودناه ببيت ملكي بعد 24 ساعة كان بها كل الطرق تؤدي إلى روما الخلية القديمة أصبحت خلية تحتوي على النحل الحاضن الغير قادر على الطيران وليس لديها نحل سارح لابد في هذه الحالة في هذه الخلية أن اهتم بتغذيتها تغذية جيدة ما عندها نحل سارح أعطيها تغذية جيدة ويحب تكون تغذية يعني سكر يسائل الداخلية وتغذية أيضا بروتينية تمام من أجل تغذي اليرقات إذا في يرقات لأنه سينقطع عليها الوارد من الحق وأيضا طبعا فيها أكيد فيها يرقات فيها حضن مغلقة مفتوحة نحن أخذنا منها الحضن المغلقة بقية فيها كل الحضن المفتوحة لكن ليس لديها نحل سارح خلال أسبوع واحد بل في اليوم الثاني سنجد أن بعض النحل السارح بعض النحل الحاضن الكبير في السن قد تحول إلى نحل سارح فورا وبدأ يجلب الماء وبدأ يجلب الغذاء وبدأ يجلب حبوب اللقاح إذن بالنسبة للخلية الجديدة أصبح فيها نحل سارح كل النحل السارح اللي كان في الخلية القديمة أو النحل القادر على الطيران كل سيعود إلى هذه الخلية الجديدة أو الجبح الجديد اللي وضعناه في نفس المكان في المرس وأيضا بدأ النحل الذي في الإطارين بالفكس في الإطارين الحضن المغلقة سيبدأ بالفكس عندما يخرج كمية النحل الحاضن سيغطي أربعة إطارات هذه الخلية نضيف لها أساسين أو ثلاثة نضيف لها مجموعة من الأساسات ممكن نضيف في البداية أساسين فقط لأنها ستبدأ في المط بسرعة لأن عندها الكثافة عالية كثافة نحل سارع عالي وعندها إطارين حضنة مغلقة على وشك الفكس بمجرد ما تفقس هذا النحل سيتحول إلى ما يغطي أربعة إطارات وكل النحل حاضن وفي نفس الوقت سيعتني بالملكة الجديدة التي عندما تخرج من البيت الملكي أو عندما تخرج كعذرة للتلقيح ثم تعود ستجد من يعتني بها من النحل الحاضن إذن أصبحت الخلية الجديدة تحتوي على نحل الحاضن وخرج وهذا النحل خرج من الإطارين الذين هم على وشك الفكس وفيها كثافة من النحل السارع قوية وستجلب لها الغذاء والماء وكل شيء وتتحرك بقوة الملكة سوف تخرج للتلقيح خلال أربعة خمسة أيام وستنجح بإذن الله ثم تباشر وضع البيض خلال أسبوع من هذه القسمة إذن فيها تتابع عمري ما نخشى عليها من التتابع العمري بالنسبة للأخرى للخلية القديمة الفئة التي سوف تضيع منها فقط هي النحلة السارح لكن النحل قادر على تعويض هذا النحل السارح أيضا خلال أسبوع واحد بل إننا في الخلية الجديدة سنلاحظ في اليوم الثاني أن هناك نحل بدأ يسرح من هذه الخلية ويعود إليها الخلية القديمة فيها سبعة إطارات لأننا ما أخذنا منها إلا ثلاثة إطارات إطارين حضرنا مغلقة واحد عسل سيبقى فيها سبعة إطارات معظم الحضن فيها مفتوحة إذن ستعوض بمجرد هذه الحضن المفتوحة بمجرد ما تتحول إلى حضن مغلقة وتخرج سوف تعوض جميع النحل السارح الذي خسرته وذهب إلى الخلية الجديدة والخلية الجديدة النحل السارح لن يموت خلال نصر شهر بالعكس سيستمر في هذه الخلية وسيخرج نحل الحضن من إطاري الحضن المغلقة وستتلقح الملكات وتبدأ في وضع البيض ويبدأ التتابع العبري خلال 21 يوم تكون هذه الخلية خلية مكتملة الأركان وأضفنا لها إطارين أساس ونتيجة لكثافة النحل سوف تمط هذين الإطارين فتصبح خليئة أو قسمة مكونا من خمسة إطارات تلك الخلية القديمة التي نقلناها داخل المنحل أخذنا منها ثلاثة إطارات خلال أسبوعين فقط أعدكم خلال أسبوعين إن التزمتم بالمعلومات ستجدوا بالتعليمات ستجدوا أن هذه الخلية عوضت الثلاثة الإطارات التي أخذناها منها بسرعة فائقة خلال خمسة عشر يوم أو حتى عشرين يوم بسرعة فائقة وتصبح خلية وستصبح خلية مكونا من عشر إطارات خلال هذه المدة القصيرة فأخذنا قسمة منها خمسة إطارات وقسمنا داخل المنحل بدون أن نقل النحل وكسبنا خلية لا بأس بها في القوية عن خمسة إطارات لا بأس معناها ستنطلق بسرعة معناها خمسة واربعين يوم أو دورتي دورتي حضنة ستكون إذا أحسن النحال في إدارة هذه الخلية ستكون على عشر إطارات ويستطيع يقسمها بعد خمسة واربعين يوم أقصد الجديدة الذي هي على خمسة إطارات خلال خمسة واربعين يوم يستطيع أن نقسمها من جديد وهكذا نكسب قسمات دون عناء طيب هناك ملاحظة ماذا لو كان النحال نحال محترف وذكي وفط وعنده نويات تلقيح كما قد شرحناها لو ما شابت لو ما شاب شعر أنوفنا لن أقول شنباتنا ولا لحانة ولا رؤوسنا شعر الأنف قد شاب من كثر ذكر أهمية النويات في المنحل لو قام بتجهيز خلية لتربية الملكات كما ذكرنا بالطريقة التي ذكرناها ثم جهز نويات تلقيح وقام بغرف نحل في نويات التلقيح وزود هذه النويات التلقيح ببيوت ملكية أو عذارة وتركها تلقح وتركها تتلقح والذي تنجح في التلقيح يبدأ التقسيم عليها فعندما ينقل الخلية الأصل إلى بعيد ويضع الخلية الجديدة ويعود إليها النحلة السارح ويزودها بثنين إطارات حضنة مغلقة على وشك الخروج وإطار عسل يستطيع أن يزود هذه الخلية بملكة ملقحة جاهزة يدخلها في قفص بنتون يتركها يومين إلى ثلاثة أيام أو حتى أربع أيام بعد أن يخرجها إدهانها بقليل عسل سيتقبلها النحل مجبرا لأن ما لديه وسيلة لإنقاذ هذه الخلية لأن ما عنده حضنة مفتوحة يربي منها ملكات ولا عنده شيء ولا عنده إلا هذه الملكة سيتقبلها مباشرة تكون مباشرة ستخرج في اليوم الثاني تكون قسمات من أروع ما يكون لماذا لماذا هذه الطريقة تكون احترافية أقوى وأفضل وأميز وأجدر أن تطبق لماذا يا أخوان لأنه هناك احتمال ما هو هذا الإحتمال هذا الإحتمال الذي سأنبه عليه في آخر هذه الكلمة الموجزة عن هذا الموضوع المهم هذا الإحتمال هو أن تفشل تلك العذراء التي خرجت من البيت الملكي التي زودنا به هذه الخلية الجديدة احتمال أن تفشل في التلقيح أو احتمال أن تخرج ويأكلها طير عند ذلك ستكون هذه الخلية خلية فيها كثافة نحلية فيها عدد النحلة السارح كبير يعني كبير في السن وليس لا يوجد فيها حضنة مفتوحة وهذه الخلية إذا فشلت فيها العذراء في التلقيح فإنها عرضة للتكذيب بسرعة ما لم ما لم يكون النحال ذكي وفطن ويراقب الخلية ويراقب العذراء ويكون عندها الحصافة والفهم ويعرف هل هي خرجت للتلقيح طيب هل تلقحت ونجحت أم أنها فشلت هل عندما خرجت عادت فعلا إلى الخلية أم فشلت في العودة هل أكلها طير أم لا عند ذلك يتصرف يتصرف ويقوم بتزويد هذه الخلية بإطار حضنة مفتوحة من خلية جيدة لتقوم بتربية ملكات اللي تقول بتربية ملكة لها نعم ستتأخر هذه الخلية لكنه لكنه بهذا الفعل بهذا العمل سوف يستطيع إنقاذها لكن المهمل إيش بقى يسوي بيطرح العذراء أو يطرح البيت الملكي ويطنش بعد أسبوع يجي ربما لا راقب الخلية راقب لا تترك هذه الخلية دون مراقبة لأنها قد تذهب إلى التكذيب في حال فشل العذراء إخواني هذا جهدي لم أدخل وسعا في بيان هذه الطريقة لكم وقد بينتها بجميع يعني تفاصيلها واحترازاتها فأرجو من الله سبحانه وتعالى أن تكونوا استفدتوا هذه الطريقة هي طريقة المفضلة وهي الطريقة التي أتبعها دائما لأني لا أستطيع أن أعمل تقزيمات وأقوم بنقلها إلى أماكن أخرى لكنني بالنسبة لي لا أقسم إلا على ملكات إلا على ملكات ملقحة جاهزة في نويات صغيرة نويات صغيرة جدا مثل يعني القرص حقها أصغر من الكف أو مثل الكف كف اليد فلا تأخذ نحل كثير إن نجحة العذراء في التلقيح أهلا وسهلا أصبحت نوية وفيها ملكة ملقحة وإن ما نجحتش هي شوية نحل أضمه مع أضمه مع أي خلية والسلام وأقوم بتشكيل نوية من جديد وأضع فيها بيت ملكي وتنجح تنجح أقالبا تنجح هذه النويات بنسبة تسعين في المئة إذا فشلت تفشل عشر تفشل خمسة عشر في المئة في المئة الملكة وأقوم بالتقسيم بهذه الطريقة الداخل منحلي ولا أحتاج لا إلى نقل وإلى إلى تعب ولا إلى شيء ولم أرى ولم أرى سلبيات لهذه الطريقة بالعكس تنهض الخلية الأم بسرعة جدا وتعوض الثلاثة الإطارات وتعوض النحل السارح وأستطيع أقسمها خلال عشرين يوم من التقسيم الأولى الخلية الحديثة الجديدة أستطيع أن أقسمها خلال أربعين أو خمسة واربعين يوم تكون جاهزة بكثافة قوية في حالة طبعا توفر المراعي في ذلك الوقت تحياتي لكم أرجو لكم الفائدة وأتمنى من الله أن أكون قد استطعت توصيل المعلومة ترجمة نانسي قنقر